كذلك من المهم في هذا الباب أن يدرك الأخوات أن الخروج بالزينة والعطر سعي للإذارة الفحشاء والمنكر في الشوارع وفي الماكن العمومية وأنه أذن لا بد أن يحذر منه النبي صلى الله عليه وسلم قال أجوم امرأة مستطيبا فلا تشهدن معنا الإشاءة الآخرة قال أي امرأة استعطرت فخرجت لتشم الرجال رائحتها فهي زانية ولذلك لا بد من الابتعاد من هذا غاية الابتعاد ويذكرني هذا بأمر آخر وهو قضية استعمال الدخان أيضا في الأماكن العامة والطرقات وهو أذية للآخرين وهو مناف للأدب والخلوق حتى الأكل في الطرق وأهل العلم يذكرون أن الأكل في السوق لغير سوقيين مما يقضح في الشهادة فكثير من الناس أيضا لا يحترم شعور الآخرين فتراه يدخن ويوصل إليهم الأذية بدخانه ويكون قريبا منهم في بعض الأحيان قام هذا في العبادات في الزحام على رمي الجمرات أو في الزحام في أماكن النسك تجد من يدخن بين الناس في مثل هذه الأماكن وكذلك الآن في ساحات المساجد وعلى أبوابها تجد من يدخن فيؤذي الملائكة الكرام الذين هم على أبواب المساهد ويؤذي المصلين والبشر فلا شك أن الإنسان إذا ابتلي بشيء من هذه القاضرات عليه أن يستطر باستر الله وأن لا يعلنها ولا يوهرها للناس وإذا علم أن ذلك مؤذن للآخرين ويوصل إليهم ضررا فلابد من الابتعاد عنه نعم فضل الشيخ